من مركز الحسين للسرطان القادم من الأردن الشقيق ليطلعنا على التجربة الأردنية في هذا المجال ونحن على أتاب البدء بمشروع فلسطيني كبير وهو مركز خالد الحسن لعلاج السرطان هذا الصباح نرحب بالدكتور عاصم منصور مدير مركز الحسين للسرطان صباح الخير دكتور صباح خير أهلا ومرحبا بك معنا لأول مرة في فلسطين ومعنا دكتور أيضا حكمة عبد الرازق المدير الطبي للمركز دكتور صباح الخير شرفتونا أهلا ومرحبا نسعد صباحكم ونحكي عن هذه الزيارة بداية دكتور عاصم أهميتها وهي طبعا تأتي في الوقت الذي ينطلق فيه مشروع فلسطيني لإقامة مركز لعلاج السرطان وزراعة النخاع وتجربة مهمة ورائدة في الأردن الشقيق باستقبال حالات من الأردن والمنطقة بشكل عام حدثنا طبعا بداية عن هذه الزيارة وأهميتها أولا صباح الخير لإخوة المشاهدين حقيقة بدت هذه الزيارة بطلب من الإخوة الفلسطينيين للتعاون في مجال إنشاء مركز للسرطان اللي هو مركز خالد الحسن ولما توجهوا إلينا ما كان يمكن أن يكون جوابنا إلا أنه إحنا مستعدين ومستعدين بكل ما نملك من إمكانيات لنساعد إخوة الفلسطين أن يرى هذا المشروع المهم لفلسطين النور ويساعد في شفاء المرضى في فلسطين حقيقة تم أكثر من جلسة مع الجانب الفلسطيني كان مع وزارة الصحة أو مع الرئيس وتم الاتفاق أن نعمل على عدة محاور بنفس الوقت بدأنا موضوع التدريب واستقبلنا عدد جيد من الأطباء الفلسطينيين لتدريبهم في المجالات المختلفة التي تهم السرطان في نفس الوقت هناك فريق يعمل مع الجانب الفلسطيني على المخططات لهذا المبنى وسنتابع إن شاء الله بمواضيع الاستشارات مواضيع التدريب وسنبني عليه في المستقبل إن شاء الله سيكون هناك زيارات متبادلة بين أطباء واختصاصيين من المركزين نفكر إن شاء الله المستقبل أن نبني عليه أن يكون جزء من التخاطب عن بعد تيلي ميديسين كمان لأننا لما بدنا مركز الحسين للسرطان ما بدنا من الصفر نحن استفدنا من خبرة غيرنا من دول العالم لذلك لا بد هذه الخبرة المتراكمة لدينا عبر السنوات الماضية أن نقدمها لأشقائنا في فلسطين وفي غيرها من الدول العربية هذه الخبرة دكتور ونحن على عتاب هذا المشروع الكبير كما أشارنا منذ البداية الفلسطينية نبتج لزيادة عدد حالة السرطان ونحن في شهر أكتوبر عمليا شهر التوعية من مرض سرطان الثدي لدى نساء والأردن يعني جزء من هذه الحملة وفلسطين بالضافة إلى بعض الأقطار العربية الأخرى ما الذي يلزم بداية وأنت المدير الطبي لمركز الحسين للجل السرطان الذي بدأ منذ العام 97 وهو في 2016 يستقبل عديد من الحالات من الأردن وخارج الأردن كما تفضلت بداية أعداد حالات السرطان في تزايد مستمر والسرطان طبعا يجب واجهته بمحاور كثيرة المحور الأول هو الكشف الببكر وكما تفضلت شهر أكتوبر وشهر التوعية من سرطان الثدي وضرورة عمل صورة المام وقرامل الكشف الببكر حالات السرطان بالبلاد العربية بفلسطين والأردن خاصة تصاب بسيدات أقل عمرا من مثيلته هنا بالبلاد الغربية فيجب أن تضافر الجهود معا لتوعية السيدات للكشف الببكر علاج السرطان مكلف جدا إذا ما تم اكتشافه بمراحل مبكرة جدا تكلفة العلاج تكون أقل خبرتنا بمركز الحسين للسرطان خبرة كبيرة في هذا المجال مستعدين أن نشارك فيها إخوانا بفلسطين وتربطنا علاقات والتفاقيات لتعاون ونشترك مع مراكز طبية رائدة بفلسطين مستشفى جامعة النجاح الوطني مستشفى المطلع ومستشفى في بيت جالة مع وزارة الصحة فهذه الشركات تعود بالفائدة للطرفين ويمكن الاستفادة منها بحيث أن الأخوة بفلسطين لا يبدأوا من الصفر يبدأوا من حيث ما انتهينا لضمان سرعة وصولهم إلى الأهداف إن شاء الله في العالم نحن تنجد دكتور عاصم نتحدث من ناحية الإمكانيات اللوجستية لتأهيل هذا المركز للسرطان إضافة لما تحدث عنه من نقل الخبرات الأردنية وتدريب لأطباء في الأردن في تخصصات مختلفة في السرطان ما الذي تحتاجه فلسطين أيضا من أجل بالفعل البدء الفعلي لإقامة هذا المشروع الآن حقيقة لتحتاجه فلسطين نحن نواجه بالمنطقة مش بس بفلسطين لكن يبدو أن المشكلة في فلسطين قد تكون أكثر حدة هو نقص الكوادر البشرية المدربة حتى نحن بالأردن نعاني من ذلك لذلك أنا برأيي نقطة البدء العمارات مقدور عليها أهل الخير لما يطرح اسم فلسطين لن يتأخر أحد داخل فلسطين أو خارج فلسطين من التبرع للأبنية للأجهزة للتكنولوجيا سنتصور التحدي الأكبر سيكون هو الكوادر البشرية المدربة لذلك نقطة الأولى بدين منها قبل أن يكون هناك حفر بالأرض الآن وأنا أحكي معك في أطباء فلسطينيين موجودين في أقسام مركز الحسين المختلفة للتدرب أنا برأيي أن أعدينا هذه النواة التي يمكن أن نبني عليها في المستقبل وأنا برأيي إن شاء الله يكون هذول الشباب اللي استقبناهم هم بمناسبة حقيقة شباب يعني إحنا كنا كثير رائعين مستوى عالي من الانتزام ومن العلم أن يكونوا نواة لتدريب جيل جديد من أطباء الفلسطينيين في مجالات السرطان المختلفة وأن يبنى عليه لأنه لن نستطيع نحن لا بالأردن ولا في فلسطين أن ننافس الدول المجاورة الدول الخريج في استقطاب الكفاءات البشرية ذلك يجب أن يكون لنا إنتاج دائم ومستمر مبني على أسس سليمة فأنا برأيي الكوادر البشرية وإعدادها من هنا نبدأ ثم هناك أمور أخرى مثل إعداد البروتوكولات وتوحيدها وبعض الأشياء الضرورية مثل عيادات المشتركة هذه لدينا الخبرة ولن يكون هناك في مشكلة أن يبدأ فيها مستشفى خالد الحسن لأنه ممكن أن نقدمها لهم وإن شاء الله ستكون أمور سعر ونحن أمام هذه الزيادة الدكتور التي أشرت إليها في فلسطين فيما يخص المصابين بالأمراض المختلفة ذكور وإناث وإيضا العمر المبكر كيف يمكن أيضا نقل التجربة الأردنية في مجال الوقاية في مجال التوعية في مجال التثقيف إلى هنا إلى فلسطين حتى نقلص هذا العدد نقلل من عدد المصابين سنويا بهذا المرض تجربة الأردن بالوقاية من سلطان الثدي تجربة رائدة هناك برنامج دكتور عفونا لا تحتفى عن سلطان الثدي فخطورك لا تحتفى بشكل عام ولكن ممكن عشان خلال الشهر هذا صحيح سلطان الثدي كمثال لأنه سلطان الثدي هو أكثر سلطانة شيوعا يمثل حوالي ثلث سلطانات عند النساء وعشرين بالمئة من سلطانات بشكل عام وهم السلطانات إذا كان فيه كشف مبكر ممكن هناك الشفاء هناك البرنامج الوطني لسلطان الثدي ويجب أن يكون هناك برنامج وطني لمكافحة السلطان بشكل عام مشكلتنا في بلادنا طبعا التدخين مشكلة كبرى جدا يجب أن يكون هناك برنامج وطني للحد من التدخين من الكشف مبكر للسلطانات المختلفة تجربة أردن بمكافحة السرطان ومكافحة التدخين والبرنامج الأردني للسرطان الفتادي تجربة رائدة جدا يمكن استفادة منها ونقل تجربة تجربة نوعية يمكن نقلها لفلسطين هل قللت هذه التجربة من عدد أمسكين من خبرات طبعا أنا بمركز حسين السرطان من 12 سنة كنا نشوف حالات السرطان بعمان من المرحلة الثالثة والرابعة لكن بعد ما صار في عنا الكشف مبكر في سرطان الفتادي مثلا مكافحة التدخين بدأنا نشوف أنه المراحل المتأخرة جدا طبعا هذا النقلة النوعية من مراحل متأخرة إلى مراحل مبكرة تحتاج إلى سنوات وفلسطين لا تحتاج انتظار أنه يكون المركز القائم بإمكانه البدء حاليا ببرنامج وطني لمكافحة السرطان بشكل عام ومكافحة السرطان الثدي بشكل خاص لأنه يجب أن نركز على السرطانات التي يمكن شفاءها والوقاية منها ويأخذ السرطان الثدي كمثال لأنه الأكثر شيوعا ومكلف جدا علاجه إذا ما انتقل بمراحل متأخرة تجربتنا بمركز الحسين خاصة تجربة أردنية رائدة جدا في المنطقة يمكن نقلها كتجربة نوعية بفلسطين والاستفادة من هذه الخبرات حتى قبل أن يكون مركز خالد الحسن قائم على حيز الوجود أيضا نريد أن نتحدث عن أهمية وجود مثل هذا المركز في فلسطين عديد الحالات تضطر إلى خروج إلى الأردن أو حتى في داخل الخط الأخضر وطبعا هذا ما يكلفها جهود وتعب وخاصة أنها حالات السرطان لها خصوصية من حيث طبيعة المرض كم سيساهم هذا المركز باعتقادكم بالتسهيل على المرضى على ذويهم بمرافقتهم دائمة بوجود العائلة حولهم مع عدم وجود تنقل وبعد في المسافة كما كنا نشهد وما زلنا حتى هذه اللحظة حقيقة أنا برأيي أن إنشاء مثل هذا المركز هو ضرورة وطنية بالدرجة الأولى وضرورة طبية بالدرجة الثانية معاناة مرضى السرطان بتنقلهم من مكان لآخر نحن كون المركز حسين السرطان هو في عمان ويعطي إلينا مرضى إما من الدول العربية أو من المحافظات نحن نعرف معاناة هذه المرضى لأن السرطان ليس مثل أي مرض ثاني يعمل عملية الواحد لمدة أسبوع وبيرجع على بيته بعض البرتوكولات علاج السرطان بدأ ست أشهر وثمان أشهر وتسع أشهر تستطيع أن يكون المريض قرب المستشفى ذلك نحن مركز حسين السرطان نحن نستأجر لهم شقق فندقية قريب من المركز هذا سيتبع هؤلاء السيدات إن كانت الأم ترافق ابنها هذه عندها عدد من الأولاد في المدارس عندها بيتها فحقيقة إصابة أي فرد من أفراد الأسرة بالسرطان وعبارة عن قلب لنظام الأسرة بصورة كبيرة فما بالك إذا كانت هذه الأسرة ستضطر إلينا تروح على مع التعقيدات التنقل في فلسطين من فلسطين إلى خارج فلسطين يجب أن نأخذها بعيد الاعتبار رغم أننا في الأردن لا يوجد فرق بالهيج ويعني هم يشعرون أنهم بين أهلهم لكن أنا برأيي يجب أن يكون هناك مركز للسرطان نبدأ منه قد نعالج في بداية 80% من الحالات ويكون فيه اتفاقية مع مركز حسين السرطان ببعض الحالات التي هي نسبتها قليلة وبالمستقبل وبالتدرج أنا برأيي يمكن لهذا المركز وأن يكون له بكافة محافظات فلسطين أن توحد البروتوكولات بين كل محافظات فلسطين أن يقوم بعلاج كل حالات السرطان لكل فلسطين شكرا جزيلا لك دكتور عاسم منصور مدير المركز أو مركز الحسين للسرطان شكرا وصول أيضا لدكتور حكمة عبدالرازق المدير الطبي للمركز صباح الخير وشرفتنا شكرا على هذه الزيارة وإن شاء الله بجهودكم ينطلق هذا المشروع الفلسطيني